تحت رعاية الرئيس السيسي الداخلية تعلن مدى فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد شهراً إضافياً لتوفير السلعي بأسعار مخفضة وزير الداخلية يعقد اجتماعاً لمتابعة الخطط الأمنية لاحتفالات عيد الفطر المبارك ويواجه بالانتشار الأمني المكثف لتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة صندوق طحية مصر يؤكد أن ثمانية ملايين ومائة ألف مواطن من الأسر المستحقة استفادوا من مبادرة أبواب الخير خلال شهر رمضان المبارك وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الاسترالية ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وموظف الإغاثة الدوليين في قطاع غزة الدفاع الروسية تؤكد تعزيز مواقعها على محور دوناتسك وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر بلغت أكثر من أربعمائة وستين عسكرياً ودبابتين ومركبتين مشاه موسيقى